اهلا بكم مشاهدين من جديد استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بلجنة العقار والانشاء ندوة بعنوان مشاريع التطوير العقاري مرحلة ما بعد تأسيس اتحاد الملاك وركزت الندوة على عدد من المحاور وأهمها التزامات المشتري والمطور الرئيس والفرعي في اتحاد الملاك والنزاعات التي تنشأ بعد تأسيس اتحاد الملاك كما تم طرح العديد من المحاور التي ستسهم من خلال المستثمرين والمطورين في الارتقاء بقطاع العقار والانشاء بمملكة البحرين وأكد المتحدثون خلال الندوة على رسوم مرافق الخدمات السنوية للمناطق ذات المنفع المشتركة واستهلاك رأس مال المرافق العامة وكيفية تجنب النزاعات وتوعية جميع الأطراف وقد حاضر الندوة عدد واسع من العقاريين والمطورين والمستثمرين والمهتمين والآن مشاهدين نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة للنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع البورصة المحلية حيث تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.10% مقفلاً عن مستوى 1460 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الفنذق والسياحة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 7 ملايين و111 ألف سهم بقيبة إجمالية تجاوزت 1.727.000 دينار تم تنفيذها من خلال 99 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت عن مستوى 8687 نقطة بارتفاع نسبة 0.43% وذلك في ظل صعود القطاعات الكبرى في البورصة السعودية ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على انخفاض نسبة 0.58% وذلك بتأثير من تراجع أغلب المؤشرات في البورصة الكويتية وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تراجع نسبة 0.67% وذلك بسبب تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والبنوك فيما أقفل سوق دبي المالي متراجعا بنسبة 0.03% وذلك بتأثير من أسهم قطاعي النقل والسلع الاستهلاكية وغيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على انخفاض هو الآخر نسبة 0.34% مع هبوط غالبية مؤشرات البورصة العمانية أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عن توقيع 15 مذكرة تفاهم في قطاعات مختلفة مع عدد من كبرى شركات كوريا الجنوبية كما تم منح رخصتين جديدتين للشركات الكورية لإتمام عملياتها في المملكة وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات استراتيجية أبرزها التمويل والإعلام والتصنيع والبناء والبتروكيمويات ويذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية المملكة في تحقيق المزيد من التنوع والنمو بما يواكب رؤية 2030 وتضمنت الاتفاقات استثمارا مشتركا بقيمة 420 مليون دولار من هايونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية وأرامكو السعودية في مصنع لمحركات السفن قالت مصادر في سوق السيارات إن ثلاثة شركات محلية قدمت عروضا فنية ومالية إلى شركة مرسيدس بنز العالمية للسيارات للفوز بحق تجميع سيارتها في مصر خلال الفترة المقبلة وكانت وزارة التجارة والصناع المصرية وقعت اتفاقية تعاون مع الشركة الألمانية لاستئناف نشاطها في مصر بعد توقف استمر سنوات موضحة أن مرسيدس بنز تدرس العروض المقدمة تمهيدا للبت فيها في أقرب وقت ووفقا لبيان الشركة فإن التعاون لن يتوقف عند خط التجميع وإنما يمتد إلى مجالات أخرى من خلال توسيع شبكة الموزعين المعتمدين وإقامة مركز هندسي في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الروبوتات ستخزو سوق العمل بعد عشرين مليون وظيفة خلال عام 2030 في خبر آخر وفي إشارة إلى عودة الانفراجة في ملف الحرب التجارية مع بيكين قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن ميوتشن أن اتفاق التجارة مع الصين أصبح جاهزا بنسبة 90% ونقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترومب ونظيره الصيني شي جينبينغ هذا الشهر في قمة مجموعة العشرين باليابان أملا في تهديئة حربهما التجارية المستمرة منذ 11 شهرا وكان الممثل التجاري الأمريكي قال أن مصلحة الصين والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق تجارة ناجح وأنه يتوقع لقاء مسؤول صيني كبير قبل قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان أعلنت شركة هواوي صينية أنها تمكنت حتى أواخر مايو الماضي من شحن 100 مليون هاتف ذكي وذلك على الرغم من الحظر الأمريكي المفروض عليها وقالت هواوي أنها تفوقت على ما فعلته العام الماضي عندما تمكنت من شحن 100 مليون هاتف ذكي حتى 18 من يولو متقدمة بفارق 49 يوما عما أنجزته عام 2018 ويبدو أن الشركة الصينية تواصل بثبات تقلص الوقت في شحن هذه الكمية من الهواتف الذكية فقد وصلت إلى الرقم 100 مليون عام 2015 في 22 ديسمبر والآن مشاهدين نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي آخر أخبارنا الاقتصادية من المتوقع أن تستحوذ الروبوتات على حوالي 20 مليون وظيفة تصنيعية في أنحاء العالم بحلول عام 2030 ما يزيد عدم المساواة الاجتماعية مع النمو والناتج الاقتصادي الإجمالي وفق ما أظهرته دراسة جديدة وتضيء هذه الدراسة التي أجرتها شركة أكسفورد للإبحاث والاستشارات الاقتصادية على المخاوف المتزايدة من أن الأتمتة والروبوتات تقضيان على وظائف لا تحتاج إلى مهارة كبيرة وبالتالي تزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية ويقدر الخبراء بأن الاقتصاد العالمي يمكن أن يولد ما يصل إلى 5 ريولات دولار بحلول عام 2030 من خلال زيادة الإنتاجية وأشاروا إلى أن الوظائف الأكثر تضرراً هي المتكررة وكذلك الوظائف في المراكز اللوجستية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر